اشتركوا في القناة ودارات المعنية بوزارة الداخلية فيما يتعلق بتأمين الحدث العالمي وجماهيره أو بشأن الخدمات المقدمة من الجمارك والجوازات وغيرها من أجل تقديم التسهيلات لزوار مملكة البحرين لحضور السباق طبعا نقوم بالاجتماع مع الشركاء في المطار اللي هم شرطة المطار، الجمارك، شركة مطار البحرين، شركات الطيران لتنسيق وتسهيل إجراءات حركة المسافرين خلال هذه الفترة طبعا ذلك بسبب زيادة عدد المسافرين خلال هذه الأيام خلال فترة الفرمولة تكون عدد الدول اللي تأخذ تأشيرات 16 دولة وخاصية التأشيرة هي تسمح للزوار بالحضور والمشاركة في هذه السباق فخاصية تأشيرة الفرمولة تكون مجانية وفترتها أسبوعين وسهولة في إصدارها وقد عملت شؤون الجمارك على إتمام إجراءاتها المتعلقة بعمليات الدخول والخروج والعمل أيضا على إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالفرق المشاركة والتي تصل وتخرج من البلاد بفترة محددة كل منفذ لا خطة عمل موضوعة ونمشي عليها عندنا السنة استحدثنا الجازة للانتقال اللي هو توصل الشحنات للفرق المشاركة سيدة تطلع من المنفذ لحلبة البحرين الدولية هناك بتكون جميع المعاملات من التفتيش والمعاينة أمل بيان الجمهوريكي تقديم المتسنوات كل شي بيكون في مكتب الجمارك المتواجد في حلبة البحرين الدولية يعني ما فيه أي شي يتم في المنفذ مجرد يوصل يتمرر بجهاز الأشياء للتأكد من خلوة من أي شي وينقل على طول حلبة البحرين ونتمهنا في جميع الإجراءات الجمهورية حق التسهيلات كل ما ما قدمنا التسهيلات كل ما رقبت الفرق في المشاركة ويكون أحسن لنا كسمعة وكشي حق مملكة البحرين فإحنا دائما نسعى حق الأفضل ويبقى التكامل بين الجهات المعنية في وزارة الداخلية بإجراءات سباق الفورميلة واحد أساسيا في المنظومة الأمنية مما يؤكد ضرورة التنسيق والتواصل ليتحقق النجاح المرجو لهذا الحدث الرياضي العالمي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر